اشتركوا في القناة وقعات يوم الاربعاء 25 ثلاثة القمر موجود في الحمل في منزلة الشرطين هاي المنزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد وطبعا تأثير القمر لما بكون موجود بالحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هذه الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في المتاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وممكن انه تدخل تعديل على قصة شعر او اقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم ما في اي زاوية فلكية مع القمر فعشان هيك بكون القمر احنا منسميه القمر المحترق يعني بس بيأثر على العواطف والمشاعر فقط اما تأثيرات اخرى ما له القمر لما بيكون موجود في برج الحمل يعني انه خلو المسار القادم بيكون يوم 26 ثلاثة رح يكون في تمام الساعة 7 و 16 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 31 و 36 عصرا لينتقل بعد القمر لبرج الثور عمر القمر القمر الهلال الجديد اليوم الاول في تمام الساعة 4 و 21 دقيقة صباحا بصير يومين نسبة الاضاءة بتكون 3% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج سعيد القمر في الحمل حتى 26 ثلاثة المزاج منتحس عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى 3 أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج طبعا قبل ما ندخل للتوقعات اي اشي انا بذكره فيه اشي اسمه علاقة بالتوقعات ان كان يومي او ان كانت شهرية انا بحكي برج وطالع يعني بنطبق على البرج وبنطبق على الطالع فلازم تسمع انت برجك وطالعك وتشوف مين اللي بيأثر عليك اكثر او مين اللي بنطبق عليك اكثر هو اللي بتتبعه وبتركز عليه اكثر اسأل لي ما بعرف يستخرج طالعه او ما بعرف طالعه فيه في صندوق الوصف تحت روابط اثنين واحد لموقع كيف انت تستخرج الطالع تبعك ما عرفت فيه رابط ثاني بيقولك كيف تستخدم الموقع عشان انت تستخرج طالعك ما عرفت فيه كمان رابط بيدلك على جدول بساعد بطريقة مبسطة مع شرح كل طالع شو معناه بتقدر تحدد من خلاله الصفات اللي بتنطبق عليك وبكون هو طالعك خلينا نروح للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم اكبر بعمكم النشاط ممكن تسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم بتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين اكثر من السابق وبتكون رائد في حق الاختصاصك يعني في اي تخصص انت بتشتغل فيه ان كنت انت مدير فممتاز ان كنت في ربة بيت ممتازة ان كنت طبيب ممتاز ان كنت ممرض نفس الشيء ان كنت تاجر يعني في اي مجال انت مختص فيه بكون مبدع فيه اما بالنسبة للخارطة الفلكية فاليوم من ناحية نفسية احسن شوي بتبلش الامور تتحسن عندك بشكل تصاعدي بتحس انه في عندك ثقة بنفسك عالية جدا لانه القمر والشمس صاروا موجودين في بيتك الاول وبتنقلوا بشكل تصاعدي يعني تدريجي فعشان هيك اول موليد برج الحمل هم اللي رح يشعروا بالقوة والطاقة يبل اخر موليد برج الحمل ولكن اجمالا اليوم هو جيد على الحالة النفسية صحيح انه فيه نوع من انواع الضغطات ولكن انه انت بتجاوزها وتقدر تشحن حالك بطاقة ايجابية بشكل سريع اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي بلشت تضغط بشكل قوي جدا فيه نوع من انواع المصاريف او نوع من انواع الالتزامات المبالغ فيها او العالي جدا ضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك يعني اليوم بدك تنتبه لمصاريفك بشكل جيد ممكن عادة حسابات فوترة جدولة اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت الثالث بتقدر انت اليوم تعمل اتصالاتك او تنقلاتك او بتقدر حتى انك تتواصل اذا انت من الناس اللي يعد في البيت ما بتطلع مع الحجر هاد ما بتقدر انت تتواصل مع الاشخاص وتقدر تناقش عبر التليفون عبر الانترنت عبر اي شيء او مع الناس اللي حواليك بتتواصل بثقة عالية جدا عندك قدرة على الاقناع ولكن بنتابك بعض المزاجية او العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد يعني الامور مستقرة على مستوى البيت ما زالت الامور هادية بتقدر تسيطر على الامور بشكل واضح في نوع من انواع التعاون ما بينك وبين افراد العائلة بشكل ملموس يعني في اشياء ايجابية بتدعمك على هذا البيت وممكن يكون في ايجابيات عالية ممكن تلجأ لامور الها علاقة بالصيانة او الترميم او التزبيطات او اشياء بيكون بحاجة لبعض التعديلات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انو على الامور العاطفية لغاية ساعات الظهر بتكون الامور جيدة ولكن بعد ساعات الظهر بتقل عندك العواطف او بصير في عندك نوع من انواع السلبية او المشاحنة ما بينك وبين الحبيب حاول قدر الامكان انك تمسك حالك وما تصل لمرحلة المشاحنات والعنف اما بالنسبة للبيت السادس فالامور جيدة على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك تقدر تحقق انجازات عالية جدا في امور الهاب الاعمال او ترتيب اوراق او تفكير بمشروع معين او بداية مناقشة مشروع معين او عزمك على البدء بشيء معين اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا هادي خلال اليوم هاد فبتكون الامور جيدة وصحتك جيدة لا بأس فيها ولكن بيت المتاعب ممكن يضغط عليك يشعرك ببعض التوععكات او الوهن او نوع من انواع الكسل فبدك تنتبه من هاي النقاط اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالية والعاطفية شايف الامور فيها نوع من انواع الحدية مع الشريك حاول قدر الامكان انك تمسك حالك ما في داعي لا للعصبية ولا للحدية في هذا اليوم يعني حاول انك انت تكون في نوع من انواع التواصل الايجابي بدون حدية وعصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور على مستوى الاموال المشتركة او المنقولة شوي فيها نوع من انواع الصعوبة ممكن تواجهك بعض الصعوبات المالية او اللي بتستطلب منك نوع من انواع ترتيب الفواتير او الفوترة او بعض الخيبات الامل اللي ممكن انك انت تكون طالب اموال من اشخاص وهدول الاشخاص شوي يعني خذلوك في هذه الفترة اما بالنسبة للبيت التاسع فعلى مستوى النشاط الفكري والاتصالات والدراسة وتفكير في امور السفر اليوم بتقل الامور عندك بشكل واضح تماما يعني بكون كل تفكيرك تفكير واقعي ومنطقي ممكن اللي بدرسوا او عندهم امتحانات اليوم يستفيدوا من دراستهم او من الامور اللي الها علاقة بالتجهيزات بالدراسة او بعض البحوث او بعض الاطلاعات ولكن برضو بالمناقشات عندك نوع من انواع العصبية اما بالنسبة للبيت العاشر فاللي على رأس عملهم من ضمن المؤسسات الكبيرة ولسه بدهمه فهدولة بنجزوا انجازات جيدة خلال هذا النهار صحيح بتكون فيها بعض الصعوبة ولكن بالتعاون مع الزملاء او رؤساءهم بالعمل بتكون الامور جيدة وايجابية ودعم لهم وممكن يكون فيها بشاير خير اما بالنسبة لبيتك 11 مستوى العلاقات العامة والاصدقاء فهو فارغ تماما اليوم ما في اي اتصال ولا تواصل ولا اي شيء بالعكس يعني روتيني جدا اذا تم اتصال فبكون اتصال من باب المجاملة والضروري جدا اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك بدك تدير بالك على صحتك بشكل جيد فلازم انك انت تنتبه على حالك بشكل جيد خلال هذا النهار وحاول انك انت تراقب صحتك انجز الاعمال الضرورية وحاول انك انت تأخذ قصد كافية من الراحة راقب ادويتك وراقب غذائك وحاول انك انت تأخذ بعض المكملات الغذائية مثل الفيتامينات لرفع طاقتك او منعتك مرج التور يوم اخر بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم فبتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير بتتأخر مشاريعك وربما تلغى تجنب اتخاذ اي قرار وتأكد من حجزك لانك ممكن تتفاجأ بالغاء او سوء تفاهم بالنسبة للبيت الاول طبعا ضاغط بشكل كبير جدا عليك السبب انه وجود القمر في بيت المتاعب فبضغطك نفسيا وبيسوي نوع من انواع العصبية والحدية في طباعك الى هذا النهار فعشان هيك يحاول انك انت تمسك حالك ما تعصب ما ثور حاول انك انت تكون هادي ويعني تعد للمليون قبل ما تعصب اما بالنسبة للبيت الثاني فالوضع المالي صعب جدا خلال هذا النهار في نوع من انواع الضغطات او التفكير الملح في بعض الشغلات اللي الها علاقة بالنجذات او المساعدات في نوع من انواع الارباك المالي موجود عندك او بعض المصاريف او المتطلبات فهذا برهقك كثير وبوترك اكثر اما بالنسبة للبيت الثالث فعندك كثير من النشاطات اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات واشياء لها علاقة بالتواصل مع المجتمع او مع الاشخاص المحيطين فيك او في اشخاص اه اليك مصلحة عندهم او بدك تطلب منهم حاجة معينة اما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيت البيت فهو اكثر اهتمامك والتزامك باتجاه البيت واتجاه الاسرة ممكن هذا شوي بيوجه لك نوع من انواع الارق او نوع من انواع الاكتئاب اه في منكم ممكن يكون حاد في طباعه على مستوى البيت ولكن الاغلب من وليد برج الثور بيكونوا عقلانيين بيحاولوا انه هم يمدوا يد العون او المساعدة لأفراد العائلة في منكم ممكن ينشغل بامور الها علاقة بالترميمات او التصليحات او امور الها علاقة بالواجبات العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور على المستوى العاطفي او المستوى الحضوض فهو روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك انت بتجري الاعمال المطلوبة منك بروتين عادي او بتتواصل مع الحبايبك بشكل روتيني مش بالطاقة الكاملة الموجودة عندك اما بالنسبة للبيت السادس فكثير من الاعمال اليوم بتحاول انك انت تنجزها او تساويها او ترتبها ولكن الاهتمام هو اهتمام على الوضع الصحي اكثر من انه اهتمام بالعمل في نوع من انواع الارق ممكن يصيبك بسبب تأخر بعض الاعمال او الغاء بعض الاعمال او بعض الالتزامات اللي لها علاقة بالاعمال اما بالنسبة للبيت السابع فهو حاج جدا فعشان هيك المتزوجين هم اكثر ناس رح يعانوا من هذا الامر فعشان هيك بدهم يمسكوا حالهم ويمسكوا عصابهم قدر الامكان من الحدية والعصبية لانه ممكن يثوروا في اي لحظة وممكن يعصبوا يتحسسوا ممكن يخذوا على بالهم او على خاطرهم من اي تصرف ممكن يصير من قبل الشريك فعشان هيك بدهم يمسكوا حالهم قدر الامكان يحاولوا يطلعوا من هذا التوتر باي طريقة كانت اما بالنسبة للبيت الثامن فهو محاولة وجود مخارج او منافذ لدعم المالي من خلال الشركاء او من خلال اشخاص معينين طلب المساعدات او طلب الدعم او امور الها علاقة بالفوترة او الميزانيات او ترتيب اوراق مالية اما بالنسبة للبيت التاسع ففي اقل فترة من التواصل الخارجي بتصير معك خلال الفترة هاي فبصير في نوع من انواع الروتين او التواصل المقتصر على اشخاص معينين او على شخصيات معينة او مؤسسات معينة يعني بتكون لها اولويات بالاتصالات هاي يعني في امور لها علاقة بالدراسة او امور لها علاقة ببعض البحث او الاطلاع او المطالعة على امور او اهتمام في امور لها علاقة بالخارج او بالسفر او بلغات جديدة او امور لها علاقة بالدين والفلسفي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما على مستوى المؤسسات والعمل مع المؤسسات فهو أمر روتيني أما بالنسبة للتعامل مع الأصدقاء فبرضو نفس الشيء هو رح يكون روتيني خلال هذا النهار تتعامل فيه بالإمكانيات المتوفرة أو على حسب نطاق عملك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بنصحك بعدم الاقتراض للوساوس أو المخاوف حاول أنك يترتب أمورك بشكل جيد حاول أنك يتراقب غذائك حاول أنك أنت تحمي نفسك من الوساوس والأفكار وممكن بعضك بشعر في بعض التعب أو بعض الوهن يحاول أنه يأخذ قسط كافي من الراحة ويحاول أنه يلتزم بأدويته بشكل جيد ويحاول أنه يعني ما يتفشش في اللي حواليه ويحملهم مسئولية وتبعية الأمور اللي بتصير معنا برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتطلقوا الأصدقاء وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس به كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة طبعاً فيه أشخاص راح يقولوا وين أي حفلات وأي مناسبات يعني ممكن الحفلات والمناسبات هاي تصير على مستوى ضيق ممكن أنت اللي تفتعلها في بيتك ممكن يكون فيه شيء له علاقة في البيت عندك يعني مش شرط أنه تطلع في بعض الدول ما زالت بطلعوا الأشخاص اللي فيها من موليد برج الجوزاء فعشان هيك برضو ممكن أنه يصير دعوات خارجية أما النشاط الاجتماعي مع الأصدقاء هو نشاط اجتماعي ممكن مصلحة ممكن طلب العون ممكن تتلقى دعم من بعض الأصدقاء بظل الظروف اللي احنا موجودين فيها فمش شرط أنه هي بتدل على الخروج أو بتدل على الأمور اللي إلها بالمناسبات والحفلات طبعا بما أنه القمر موجود في بيتك ال11 فعشان هيك هيك التوقعات بتكون أما بالنسبة للبيت الأول فيعني اليوم نقدر نقول أنه بتتحول الأمور عندك لشكل روتيني في نوع من أنواع الإرباكات النفسية بتمر فيها خلال هذا النهار ولكن أنت ما زلت مسيطر على الأمر بشكل جيد رغم أنه أنت شوي بلشت تضغط الحالة النفسية عليك إلا أنك أنت قادر تسيطر على الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه مستوى الأمور المالية تقريبا اليوم أنت بتوصل لمرحلة الإحباط أنه ما فيه دعم وما فيه مساعدة أو فيه بعض الالتزامات ما رح تقدر تأديها فأقول لك أصبر اليوم هاد ولا الأيام القادمة إن شاء الله فيه نوع من أنواع الفرج جايك على الطريق أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه بتكثر عندك الاتصالات اليوم فيه نوع من أنواع النقاشات فيه نوع من أنواع طلب المساعدات أو المعونات أو بتبحث عن وسيلة معينة لنجدة الوضع اللي أنت موجود فيه عندك نشاط وطاقة عالية جدا حابب أنك تتفرغها في شيء معين ممكن تهتم بنوع من أنواع الدراسة أو البحث فيه أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من أنواع الهدوء النسبي يادر أن تتسيطر على الأمور بشكل جيد فيه نوع من أنواع التأقلم مع الوضع العام اللي العلاقة في المنزل رغم العصبية اللي بتيجي من لحظة لأخرى إلا أنك أنت نفسيا تتجاوز هذه المرحلة بسرعة عالية جدا وخصوصا أثناء التعامل مع أفراد العائلة فيه أمور إلها علاقة بالتصلحات أو الترميمات أو التزبيطات أو الاهتمام بالأمور الإدارية المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف المستوى العاطفي عندك اليوم برتفع درجة فعشان هيك ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل المكثف مع الحبيب فممكن تتواصل معاه أو تعمل نوع من أنواع المصالحة أو المبادرة أو الطلب منه فحاول أنه تستغل الفرص هاي اللي موجودة إن فتحت أمامك أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه القلق والوسواس على المستوى الصحي والعملي صار عالي جدا فأنت يعني حاسس بنوع من أنواع الضجر أو الملل من الروتين اللي أنت عايش فيه بلش يضغط على عصابك بتحاول أنه أنت تنطلق طبعا معروف الجوزاء أنه هو من النوع اللي ما بعرف يوعد أو يثبت بحب يتحرك ويشتغل فهالدول اللي صار عليها الحضر قيدت من حركته فعشان هيك يحس بنوع من أنواع الملل كأنه مقيد فهذا شيء معروف أنه رح يضغط عليك الفترة هاي بس هي فترة بسيطة وبعدين أمور إن شاء الله كلها بتنحل اللي عنده وسواس أو قلق من الوضع الصحي يحاول أنه يهدي نفسه شوي يهتم بوضعه الصحي بشكل جيد وما يتوسوس بأمور أكبر من الوضع اللي هو فيه أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور ضاغطة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة فممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع العصبية ما بينك وبين الشركاء خصوصا شركاء العاطفي يعني ممكن يصير فيه أي سوء تفاهم أو أي عصبية أو ثورة ثورة بسبب الضعف أو الضغط الموجود الحالي حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان ما فيه داعي أنك أنت تزيد الأمور على الأطراف الأخرى أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني في بعضيك بشائر لبعض الاتصالات اللي ممكن أنت تستغلها خلال الفترة هاي لطلب المساعدة أو المعونة أو ممكن أنه يبادر بعض الأشخاص لمساعدتك أو معونتك صحيح أنه مش بالثقة الكاملة اللي كانت موجودة خلال اليومين بتقل الثقة عندك ولكن ما رح تمل من عملية المحاولة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما ما فيه أي شيء بأثر لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بيت الاتصالات بيت السفر بيت الأمور هاي كلها تقريبا منقول إنها هي بفترة فراغ أما بالنسبة للبيت العاشر فبرضو نفس الشيء عمل بالمؤسسات الكبيرة برضو روتيني تماما فأنت بتتعامل بشكل روتيني إذا كنت على رأس عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات على بيت الأصدقاء فأرجو أنك أنت تلتزم اللي إحنا ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيأثر عليك بالضغط النفسي اللي بيجيب لك شوي من الإرباكات النفسية وبضغطك بشكل سلبي جدا من الوسواس والخوف والحذر والأشياء اللي مثل هيك حاول أنك أنت تطلع من هذا الجو اللي بيشعروا ببعض الوعكات الصحية أو التعب يحاولوا أنهم يخلدوا للراحة يلتزموا بأدويتهم ومكملاتهم الغذائية حاول أنك ما ترهق حالك زيادة وتأخذ قصد كافي من الراحة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في إثبات جدارته طبعا لازم أحكي هذه الأمور بما أنه هذه الأمور إلها علاقة بالمؤسسات والشركات الكبيرة صحيح أنه الكل بده يقول لي هسا ما في فرص إحنا قاعدين في البيت من وين بدها تيجي يعني ممكن هاي الفرص تيجيك حتى لو عمل اجتماعي أو نوع من أنواع المساعدات أو من ضمن لجان أو أشياء من هذا القبيل فممكن إثبات جدارتك للمسؤولين وممكن أنك أنت تحافظ على إنجازاتك القائمة أهميش أنك تهدئ من روعك هاي فترة فيها نوع من أنواع سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك طبعا الأشخاص اللي على رأس عملهم من ضمن المؤسسات الكبيرة برضو هذولا رح يحسوا بالضغط خلال هذا النهار بأنه عليهم عبئ ومسؤوليات عالية جدا فممكن أنه يصير في نوع من أنواع التقصير أو التذمر من بعض الواجبات المفروضة عليهم حاولوا تمسكوا عصابك وقدر الإمكان وما تحالوا أنك تتغيبوا أو تتخلفوا عن المهام الموكلة لإلكم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بقول اليوم يعني هي نفسيا أنت جيد ولكن بنت بك نوع من أنواع العصبية من لحظة لأخرى حاول أنك تمسك عصابك وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تخلي السلبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا يعني لغاية ساعات الظهر الأمور بتظلها فيها نوع من أنواع القدرة على التعامل مع الظروف المادية الموجودة ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتبلش الأمور فيها نوع من أنواع الضغط اللي بترهقك شوي أو بتصير تفكر بسلبية أو في مستجدات بتخليك تفكر بهاي السلبية حاول أنك تفكر بمنطقية يعني ما رح تدوم الفترة هاي بشكل طويل ولكن أنه أمور تحتاج منك أنت الصبر والعقلانية أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثالث يعني مش بالقوية بأمور الاتصالات والمواصلات ولكن اللي عنده واجبات أو امتحانات أو بلاش نقول امتحانات برضو دولو احنا قاعدين في البيت اللي عندهم دراسة منزلية وخصوصا الطلاب اللي في المراحل الأساسية ممكن يجتهدوا في أمور الدراسة ممكن تحثوا أبناكوا على الدراسة أو تعاونوهم في نوع من أنواع التواصل والاتصالات مع أشخاص بالمحيط اللي حواليكو بتكون بشكل جيد عندك قدرة على الإقناع عالي جدا ولكن حاول أنك تبعد عن العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت بتظلك قادر أنك تسيطر على الأمور وتتصل مع أفراد العائلة ممكن أنك أنت اليوم تفتح ورشات داخل البيت إما للصيانة أو للترتيب أو اهتمامات منزلية في نوع من أنواع التواصل مع العائلة بيكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك أي تعامل مع الحبيب بدك تكون حذر ما في داعي للحساسية أو للعصبية أو ثورة الغضب من أي موقف ممكن يحدث طبعا الظروف معروف إنها ضاغطة على الجميع ولكن برضو ما تفجر الأمور أنت في وقت يعني بتقدر أنك أنت تتجاوز هذه المرحلة بحكمة وبصبر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأمور العمل تقدر تنجز أي عمل ممكن يوكل لك داخل البيت أو خارج البيت أو من خلال التواصل أو الاتصالات وعندك نوع من أنواع الاهتمام في أمور العلاقة بالصحة إما بصحتك أو صحة أحد المقربين لإلك أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكي برضو الأمور حادة جدا فأحاول قدر الإمكان تمسك أعصاب كل فترة هاي من ردات الفعل العصبي وحتى لو الشريك أخطأ امسك أعصابك على أساس أنه أنت ما ثور وما تكبر الأمور الزيادة عن اللزوم الفترة شوي فيها نوع من أنواع الحسسية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من أي حضوظ العلاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك انجز الأعمال المطلوبة منك وحاول أنك ترتب أوراقك بطريقة طبيعية بدون ما أنت تعمل أي التزام ممكن ما توفي فيه في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع يعني في نوع من أنواع الاتصالات مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو التواصل أو البحث أو المناقشة أو مناقشة أشخاص خارج البلاد في مسألة معينة أو ممكن الاطلاع على بعض الكتب أو أشياء إلها علاقة بلغة أو دين أو فلسفي أو أمور إلها علاقة بالروايات أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقع بالنسبة للبيت الـ 11 هو روتيني كامل فعشان هيك أنت بتتعامل مع الأمر بشكل روتيني ما في أي شيء إلها علاقة بالتواصل والاتصالات مع الأصدقاء إلا للضرورة القصوى يعني فيه نوع من أنواع الإرباكات ممكن تصير معك وهي ممكن إنها تزيد نوع من أنواع الاكتئاب أو نوع من أنواع المزاجية عندك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متعبك فهو بضغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك يحاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية يحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية يحاول أن يراجع الطبيب اللي عندهم أمراض مزمنة ويأخذوا أدوية يلتزموا بأدويتهم يحاولوا يأخذوا قصد كافي من الراحة برج الأسد طبعاً لليوم الثاني الأمور متركزة على البيت التاسع اللي هي إلها علاقة بالأمور إلها علاقة بيت السفر هذا وبيت الاتصالات البعيدة فعشان هيك اليوم ممكن يكون فيه أشياء مناسبة لإجتياز امتحان عن بعد أو للدراسة أو التحضير لإمكحنات معينة أو البحث عن أمور إلها علاقة بالمقابلات أو الاتصالات لأجل مقابلة أو إظهار تعاون يعني التعاون الأكبر خصوصاً مع الآخرين والجهات المسؤولة ممكن تبادر في أمور إلها علاقة باللجان الاجتماعية أو المساعدية أو الخدماتية بتنجح في الترويج لعملك أو لنفسك ممكن تكسب من خلاله الدعم والتأييد أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير ممكن اليوم تستغل الأمور في أي شيء ممكن يفتح لك بوادر إلها علاقة بالفرص حاول إنك تقدم بجراءة وبثقة استغل الفرص اللي ممكن تجيك حتى لو كانت بسيطة أو حتى لو كانت بعيدة عن اختصاصك أما بالنسبة للبيت الأول فهو فارغ تماما فعشان هيك نفسيتك روتينية ما في لا إيجابية ولا سلبية على الموضوع اللي بتحكم في مزاجك هو وضعك الاجتماعي أو الوضع العام اللي موجود أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط على الأمور المالية فعشان هيك بتلاقي أنه الأمور المالية ضغطيتك بشكل كبير وبلش تتفكر فيها بشكل جدي أو مهم يعني كثير مكثف فعشان هيك يحاول أنك أنت تلتزم باللي بتقدر عليه بالفترة هاي بس تجاوز اليومين هدولا بعدين الأمور إلا يفتح باب وتفرج من باب أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بيكون عندك كثير من نشاطات اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والأمور اللي إلها علاقة بالبحوث أو المناقشة أو الجدال أو البحث عن شيء معين أو المطالعة أو الإطلاع على أشياء مهمة أو ممكن أنك أنت تستثمر وقتك بترتيب أشياء معينة بتتطلب منك الجهد الجسدي يعني تقدر اليوم تستفيد من هذا الباب أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه على مستوى البيت أنت مضغوط نفسيا في نوع من أنواع الضغط الكامل موجود عندك بل لكن أهم إش أنك ما تحتد وما تعصب وما تثور على أي تصرف ممكن يصير بحساسية داخل المنزل امسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تتعامل بشكل روتيني على حسب طبيعة الحياة اللي أنت عايشها أو على حسب وضعك أنت يابكون إيجابي وتتواصل مع الأحبة يابكون سلبي ويكون عامل نوع من أنواع الحروب أو المشاكل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فشايف أنا أنه اليوم تتركز الأمور على الأشياء العملية فممكن تنجز كثير من الأشياء اللي إلها علاقة بالعمل صحيح أنه شوي فيه نوع من أنواع التكاسل أو الحال النفسية اللي بتمنعك من إنجاز بعض الأعمال ولكن إذا حطيت الموضوع في رأسك أنك أنت بدك تنجزه وبتنجزه بكل سهولة فيه نوع من أنواع الالتفات أو الاهتمام في الأمور الطبية أو في أشخاص ممكن بحاجة لبعض المساعدة الطبية أو المراقبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكي ضاغط بقوة خلال هذا النهار بسبب طبعا الأوضاع الموجودة وبسبب الحساسية العالية اللي موجودة عند برج الأسد فعشان هيك ممكن يتحسسوا من أي تصرف فهذا يضغط عليهم بشكل كبير خلال هذه الفترة حاول أنك ما تتطور الموضوع لحد المشكلة وحاول أنك تتجاوز هذه الفترة بأنك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثامن روتينية فعشان هيك الفترة ما بتعطيها الأمل الكبير لنوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع الفرص القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو نفس اللي أنا ذكرته في بداية التوقع ولكن أنه برضو بدك تأخذ الجانب السلبي أكثر لأنه في ضغط سلبي موجود فعشان هيك ممكن كلها تعطيلات أو أمور مش ماشية مثل ما بدك بأي شيء له علاقة بالسفر والدراسة والاتصالات والمواصلات والأمور الخارجية في نوع من أنواع التوتر موجود عندك حاول أنك أنت تهدى شوي والأمور إن شاء الله بستمضي هاليومين ثلاثة هدولة بعدين بتصير فيه الرؤية وأوضح ممكن تجد حلول أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من أي حظ إيجابي أو سلبي فعشان هيك الأمر روتيني بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت 11 فبيت الاتصالات أنت شبه أنه اليوم عندك نوع من أنواع الجفة أو مش حاب تتواصل مع حد أو أنه مزاجك عصبي فممكن أي اتصال لإلك يكون بعصبية أو حتى اتصالات مقتضبة بتكون بسبب الوضع اللي أنت فيه حاول أنك أنت تتجاوز برضو هاي المرحلة لأنه التواصل مع الناس ممكن شوي يغير من نفسيتك أما بالنسبة لبيتك 12 فيعني فيه نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب ولكنه مش بقوة أو عنف فعشان هيك يبدك تدير بالك يعني إذا شعرت ببعض الإرباكات النفسية أو الجسدية خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تتجاوز بأشياء بسيطة أهم شيء أنك ما تستسلم للوجع حاول أنك تعالج نفسك يعني بالموجود بين إيديك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة وتهدئ نفسك شوي من الطاقة اللي بتشحنك بالعنف والعصبية والحسسية برج العذراء يعني بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم صحيح أنه بتعطي شوية فرص متاحة لمكاسب خصوصاً لإلها صلة بشراكة أو بتعويض ولكن الوضع الحالي شوي ممكن يحد من هذه الفرص على كثير أشخاص من موليد برج العذراء أهم شيء أنك تبادر في خلال هاي الفترة بتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع برضو أنت بحاجة لبعض الحركة خصوصاً لو بتتحرك في البيت بيكون أفضل نوع من أنواع التنشيط الدورة الدموية لأنه الفترة هاي الأعصاب عندك هي لأكثر عرضة للإصابات فحاول يعني أعصاب تشنج عضلي شد عضل أشياء من هذا القبيل حاول أنك تركز بالفترة هاي على الأمور هاي على أساس أنه ما توصل لمرحلة التعب أو المرض وحاول أنك أنت برضو أي إشي في متاعب لإلك حاول أنك تتجنبه وتهمشه في خلال هذا النهار طبعاً القمر موجود في البيت الثامن وبالنسبة لبيتك الأول فبقول لك أنا أنه نفسياً أنت شوي أحسن من الأيام اللي مضت في نوع من أنواع التحسن على المستوى النفسي رغم أنه الضغوطات شوي ممكن تأرقك أو تخليك تكتائب ولكن أنت بتعرف كيف أنت تطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني ففي نوع من أنواع التفكير في الأمور المالية ولكن أنه دون جدوة بتلاقي أنه في نوع من أنواع التفكير بالوضع الحالي أو بالميزانية المحدودة الموجودة خصوصاً ذوي الدخل المحدود من برج العدراء هم أكثر ناس بكونوا متأرقين في هذه الوضعية لأنه بكون تفكيرهم بأنه كيف يجدوا البدائل أو يتخلصوا من هذه الأزمات لو انضغطوا أكثر ولكن أنا بقولك أنه خلال الفترة القادمة رح يكون في نوع من أنواع التطمينات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت اليوم مزاجك عصبي جداً في التواصل فممكن أنت تحتد وتعصب لأدفه الأسباب حاول تمسك حالك قدر الإمكان من الحدية والعصبية على أساس أنه أنت ما تنيل الأمور فوق ما هي متنيلة حاول تمسك حالك حتى لو حد استفزك حاول أنك ما تدخلش بنقاشات عقيمة وما تحاول أنك تخلي حد يستفزك تجنب الجميع حاول أنك أنت تختلي في نفسك لأجل أنه أنت ما تدخل في هاي الفوضى أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور هادية يعني ما فيه لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل على مستوى المنزل بشكل روتيني ممكن تنجز بس الأعمال المطلوبة منك ممكن الاهتمام بأشياء ممكن أنت تبادر فيها من خلال المنزل كعمل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس ما عندك قدرة للتعبير عن عواطفك نهائياً خلال هذا النهار بالعكس أنت برضو روتيني تماماً تتعامل بشكل طبيعي أو الإش المطلوب منك وفقط لا غير أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اهتمامك على المستوى العملي رح يكون عالي خلال هذا النهار فممكن أنت تقضي في ترتيب أمور أو تخطيطات أو مشاريع أو دراسة مشروع أو دراسة شيء إلها علاقة بالعمل أو أمور إلها علاقة بالعمل أنت بترتبها بشكل جيد خلال هذا النهار فيني منكم أشخاص ممكن يهتموا بالوضع الصحي إلهم أو لأحد المقربين أما بالنسبة لبيت السابع فأنا بقول لك هذا يعني بدي أحذر الأزواج من هذا البيت لأنه هذا البيت بضغط بشكل سلبي فهو ممكن يثير أي مشكلة أو تمتد أي مشكلة حصلت في اليوم الماضي أو اليومين اللي مضوا يتخليها تنشط خلال هاي الحركة الفلكية ممكن تخليها تنشط والثور بشكل أكبر أو العصبي تصير بشكل أكبر حاول تمسك حالة قدر الإمكان أنه أنت ما تتجاوب مع هاي الوضعية على أساس ما تكبر الأمور وصير مفقود السيطرة عليها أما بالنسبة للبيت الثامن فمثل ما ذكرنا في بداية التوقع هو القمر اللي موجود فيه فأما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور برضو على مستوى الاتصالات يعني هي مقتصرة على أشخاص معينين أو على أشخاص لهم أهل أو أقارب أو أصدقاء خارج البلاد ممكن الاتصال يكون مقتصر بس على الإطمئنان والتواصل والاتصالات وأشياء من هذا القبيل ممكن الاهتمام في بعض الأمور اللي لها علاقة بالبريد أو المراسلات ممكن تكون برضو لها تبعيات أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة فأقول لك ما في داعي للمغامرة ولا المخاطرة لا أي شيء ممكن يمس سمعتك خلال هذا النهار لا ما في داعي للمجازفات القانونية أو المخالفات القانونية أو العمل بأي شيء مشبوه واللي على رأس عملهم لسه بدوموا من ضمن المؤسسات الكبيرة فأقول لك بدك تمسك أعصابك أثناء التعامل مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فهو روتيني تماما على مستوى الاتصالات مع الأصدقاء يعني حتى في نوع من أنواع التهرب أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بقول لك دير بالك من الوساوس أو من الأفكار السودة اللي ممكن أنها تسيطر عليك خلال هذه الفترة حاول أنك تتجاوز هذه المرحلة إلى أشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط أو أمور إلها علاقة بالأدوية المستمرة زي تعون السكري أو أي مرض عضوي فبقول لهم بتكديروا بالك على أدويتك وتلتزموا فيها حاولوا ما تجهدوا حالك ما تعصبوا وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الميزان يعني القمر موجود مقابلكو بشكل مباشر فعشان هيك يعني الأمر بحير شوي أو مش بحير هو يعني بتحاولوا أنه شوي تبحثوا عن بعض الدعم اللي له علاقة بالشراكة وفي هذا يوم برضو مناسب بأمور بتطلب تعاون من طرف ثاني بس أهم مش إنك مات تثير المتاعب تجنب الإنفعالة والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا أنت ضعيف بالفترة هاي فحاول إنك تتجنب كل الأمور اللي إحنا حكناها وتراقب طاقتك وصحتك لأنه أنت طاقتك ضعيفة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك الأول فهو بضغط على العمل النفسي عندك بيوترك شوي وبضغطك شوي وبيعملك نوع من ردات الفعل العصبية اللي بتيجي من لحظة لأخرى حاول إنك تمسك عصابك وحاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي لإثارة المتاعب أما بالنسبة لبيت الثاني فبقول لك أنا يعني الأمور المالية ضغط عليك بشكل كبير هي نوع من أنواع لهواجس أول أفكار على الأمور المالية حاول إنك أنت تتركها بس يومين وبعدين بتترتب الأمور بصير عندك قدرة على التفكير أكثر وبصير في نتائج لتفكيرك أما هيك أنت بتضغط حالك نفسيا وبتركب الأمور على حالك أكثر والتزاماتك أكثر بدون أي حلول الحلول بعد يومين أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه أمور عندك نشاط بالاتصالات وعندك نشاط بالحركة وعندك قدرة على الإقناع والنقاشات وممكن حث أبنائك على الدراسة أو الأشخاص اللي عندهم دراسة أو امتحانات منزلية بقدروا أنهم يمارسوا دراستهم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تمامًا خالي من أي شيء إيجابي أو سلبي فعشان هيك بتتعامل على حسب الوضع اللي أنك عايش فيه أو على حسب الطبيعة اللي أنت عايش فيها أما بالنسبة للبيت الخامس فهو كمان روتيني فعشان هيك بتتعامل مع أحباءك بشكل روتيني على حسب طبيعتك إذا كنت من النوع اللي مرح وبتحب المرح والاتصالات مع الحبيب فتتعزز هذا الفكرة خلال هذا النهار إذا كنت من النوع اللي شوي عندك نوع من المزاجية فممكن أنه أنت تبتعد عن الحبيب خلال هذا النهار ولكن الأغلب رح يتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بتتراكم الأعمال عندك عندك نوع من أنواع الكسل أو الإحباط أو الملل أو مش حابب أنك تعمل أساسا أو ممكن تجيك بعض التوترات اللي إلها علاقة بالعمل حاول أنك تمسك عصابك أنت وهدي حالك شوي يومين ثلاثة والأمور بتمشي أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تدير بالك لأن القمر موجود مقابلك تماما هو الشمس فبضغط وطاقتك فممكن أنت تشعر بتوعكات صحية خلال هاي الفترة وبدك تواقي نفسك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه في ضغط كبير على المستوى المالي بضغطك بالمصاريف وبضغطك بالموجود وبضغطك بالاحتمالات وبضغطك بالالتزامات فهو أكثر شيء بأرقك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت التاسع شوي يعني منقدر نقول أنه فيها نوع من أنواع الاتصالات المقتصرة على أشخاص معينين يعني في نوع من أنواع الروتين موجود في هذا البيت فعشان هيك شوي بدك أنت تمسك حالك قدر الإمكان ما تحاول تنفعل وما تعصب حاول أنك تتناقش بسلاسة وبهدوء مع الأشخاص اللي بيعزوا عليك ما تخاف يعني ما تترك الوسواس يسيطر عليك بالأفكار ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الاتصالات أو المشورات أو البحث في أمور معينة فممكن اليوم تصل لنتيجة جيدة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني تماما يعني بيتك العاشر وبيتك 11 يعني بيت العمل أو العمل من ضمن مؤسسات كبيرة بتتعامل بشكل روتيني بتنجز بس الإشد الضروري والمهم اللي مطلوب منك فقط أما بالنسبة لبيتك 11 حتى اتصالاتك اليوم بتكون ضعيفة يعني نوع من أنواع الروتين برضو في عمل الاتصال مع الأصدقاء والمعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بعطيك شوية جرعات سلبية عشان هيك بتحس بالوسواس بسيطر عليك في كثير من الحالات والخوف والهلع حاول أنه ما تخلي سيطر عليك بشكل كبير على أساس أنه أنت مش ناقصك ضغط فوق الضغط اللي أنت عايش فيه حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية والأمور إن شاء الله بتصير أفضل راقب أدويتك وغذاءك وراحتك والأمور إن شاء الله أحسن برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا نوع من أنواع تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاء كم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير في أمور العمل قصوصا حتى لو العمل المنزلي والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ممكن تكثر النشاطات وربما تشعر بالتعب ليش؟ لأنه أول إشي القمر موجود في بيتك السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك بدك تنتبه من كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني نفسيتك روتينية بتتعامل بشكل روتيني جدا مع الأمور ما فيه لا شيء إيجابي يدعم النفسية ولا شيء سلبي يعكر النفسية إلا على حسب الوضع الاجتماعي اللي أنت عايش فيه فإذا كان الوضع اللي حواليك من النوع الصعب جدا ومزاجك أنت من النوع الصعب فرح يكون اليوم صعب عليك أما إذا كان من النوع السهل أو المرح فاليوم بيكون برضو سهل عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الالتزامات المادية أو الضغوطات المالية هي أكثر شيء بأرقى خلال هذا النهار يعني بتبحث عن مخارج أو عن ترتيبات أو جدولة أو تحسين للوضع أو للميزانية أو يعني اهتمامات كاملة بأمور المال فعشان هيك هاي الضغوطات ممكن تأرقك إذا أنت ما لقيتش إلها مخرج ولكن بقولك حاول أنك تتركها اليوم وبكرة وبعدين بتلاقي المخرج وضح تماما أمامك وممكن تلاقي نوع من أنواع المساعدات والدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك كثير من النشاطات اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو الأشياء اللي إلها علاقة بالدراسي أو البحوث أو الأشياء اللي إلها علاقة بالمناقشات فممكن تتناقش أنت وأشخاص أو حتى لو كانوا إخوة ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاش ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك يعني ثقتك بنفسك عالية وبتناقش بجراءة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه جيد مستقر شيئا ما يعني تقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك تعمل تصليحات أو ترتيبات أو ترميمات إلها علاقة بالمنزل ممكن تهتم بأمور المنزل بشكل جيد أو بأحد أفراد العائلة بشكل أوسع أما بالنسبة للبيت الخامس فأقول لك بدك تدير بالك الوضع ضاغط جدا على المستوى العاطفي فعشان هيك ممكن يصير فيه أي ردة فعل أو تحسس أو حساسية أثناء التعامل معاه تحتد الأمور تكبر واتصل لمرحلة الجدال أو حتى لإثارة الأعصاب أو حتى للخلاف حاول تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع برضو على مستوى الشراكي الأمر ضاغط جدا فهنا بنقدر نحكي عاطفيا على المستويين مستوى الحب العادي للمش متجوزين وللمتجوزين ضاغط أكثر فممكن يتسبب لهم مشكلة من لا شيء ممكن هم يفتعلوا المشكلة ممكن حساسيتهم وعصبيتهم وردات فعلهم تختلق مشكلة فعشان هيك بدهم يمسكوا أعصابهم قدر الإمكان من ردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه برضو بيضغطك على الأمور المالية فعشان هيك يبدأ أقول لك دير بالك على الوضع المالي قدر الإمكان ما فيه داعي أنك أنت يعني بتوتر حالك برضو يومين وبرضو بتلاقي فيه بوادر فرج على الطريق أما بالنسبة للبيت التاسع فكثير من مواريد برج العقرب راح يعملوا اتصالات خارجية أو يهتموا بالأمور اللي لها علاقة بالمناقشات أو الأمور اللي لها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو التسوق من بعيد أو المراسلات الخارجية أو ترتيب لسفر قادم أو يعني أمور اللي لها علاقة بالدراسة ممكن الاهتمام بأمور اللي لها علاقة بالجلسات القضائية أو أوراق أو مستندات قضائية أو حكومية يعني كل الباب هذا البيت التاسع إيجابي جدا بدعمك في أي خطوة ممكن دوم فيها من أقسامه أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما خصوصا للأشخاص اللي بيعملوا من ضمن مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة فبتتعامل بشكل روتيني ما في لا شيء إيجابي ولا سلبي قادم على الطريق أما بالنسبة لبيتك 11 فتكثر عندك اليوم الاتصالات مع الأصدقاء مع المعارف مع أفراد أنت بتعرفهم لطلب الدعم أو المساعدة أو لتمنان عليهم أو لتعزيز العلاقة ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه بضغطك نفسيا فعشان هيك ممكن يسيطر عليك نوع من الوهم أو الوسواس أو الأفكار اللي مش منيحة فحاول أنك تطلع من هذا الجو في منكم ممكن يشعر ببعض التعب أو الوهن أو الإرهاق حاول أنه أنت تريح نفسك ما تجهد حالك كثير حاول تنجز الأعمال الضرورية وتأخذ قصد كافي من الراحة وما ترهق حالك أكثر إذا شعرت بأمور غير اعتيادي أو مش طبيعية حاول أنك أنت تستشير طبيب وإن شاء الله خير برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في الظروف جيدة احتمال قلق اتجاه أحد الأحبة عندك نشاط وعندك دينماكية وعندك حركة بتميل إلى الله وترفيه عن النفس وأنت بالفعل تستحق هذا الإشي وفي منكم ممكن يتخذ خطوة مفيدة خلال هذا النهار يعني القمر موجود في البيت الخامس فبدعمك عاطفيا بشكل قوي جدا وبيأجج العواطف عندك بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت الأول فالنفسية أحسن بما أن القمر والشمس موجودات في بيت حليف لا إلك فبدعمك بشكل قوي جدا على مستوى النفسية والحظوظ أما اللي بيأرقك هو البيت الثاني الضغط المالي اللي موجود خلال الفترة هاي هو اللي بيأرقك أكثر إشي المطالبات أو المصاريف أو ترتيب الأمور المالية هي اللي بتأرقك بأكثر مما أي شخص ممكن يحتمل أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والنشاطات بالتواصل أو التواصل مع الأشخاص يعني بيكون قوي جدا خلال هذا النهار وفي عندك قدرة على الإقناع أو البحث أو الدراسة أو المطالعة أو إلهاء نفسك بأمور جيدة إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت اليوم أهدى التعامل يعني في نوع من أنواع تأقلم على مستوى البيت بتقدر تتأقلم مع أي شخص وتبحث مع أي شخص من العائلة أو من أفراد العائلة وممكن تهتم بأمور منزلية العلاقة بالصيانة والترتيب أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات ولكن بدك تدير بالك من ردات الفعل والعصبي أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد شيئا ما ولكن يقول لك أنك بتقدر تنجز بعض الأعمال الموكلة لعيلك ولكن بدك تهتم بصحتك ووضعك الصحي أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط عليك على مستوى الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك ممكن تحتد بتصرفاتك أو بردات فعلك من أي تصرف ممكن يقوم في الشريك فحاول تمسك عصابك قدر الإمكان من الانفعال وردات الفعل ما في داعي لل يعني تخلي العصبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك فممكن اليوم يجيك خبر عن مساعدة أو دعم أو إقراض أو تأجيل ديون أو ترتيب التزامات معينة ممكن اليوم يكون في نتائج في هذا الباب وممكن أنت تطلب هاي الأشياء ويجيك من باق برضو نوع من أنواع الأخبار الجيدة بالموافقة على الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور خالية تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى هذا البيت فعشان هيك بتقتصر اتصالاتك على الإشي الضروري جدا مع أشخاص معينين لأجل التواصل أو نوع من أنواع الإطمئنان أو نوع من أنواع بحث مستقبلي لأمور إلها علاقة بالسفر اللي عندهم دراسة منزلية اليوم بيبدعوا بيقدروا يدرسوا ويجهزوا أمورهم ويلحقوا على المواد تاعتهم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي على رأس عملهم ما زالوا موجودين مثلا في أعمالهم من ضمن المؤسسات الكبيرة أو مسألسات حكومية اليوم بيكون جيد جدا وبتقدروا تنجزوا كثير من الملفات اللي إلها علاقة بالأمور الوضعي الحالي أو أمور عملكم فبتقدر تنجز كثير من الأعمال بالمساعدة ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤساءك بالعمل وبتثبت ذاتك برضو في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم عندك نوع من أنواع الحدية والعصبية من بعض الأصدقاء أو من تصرف صديق ممكن تحتد وتعصب وبرضو اكتور لدرجة أنه أنت تفضفض كل الغضب اللي عندك في هذا الشخص حاول تمسك عصابك قدر الإمكان يعني أنت بغنى عن المشاكل في هذه الفترة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيجيب لك بعض الأشياء مثلا وساوس، أفكار، اكتئاب، بعض الأوجاع العابرة يعني اللي بتطلب منك الراحة وأخذ قصة كافية من الراحة والاهتمام بصحتك، بغذائك، بأدويتك وما في داعي للوسواس أنك تخليه سيطر عليك أكثر في خلال هذه الفترة برج الجري بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها ممكن يكون في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود التوتر والخوف بسبب حدث طارق طبعا القمر موجود في البيت الرابع بيت البيت فعشان هيك هيك توقعاته سلبية وبرضو البيت الرابع هو سلبي بيوضعه على الخارطة الفلكية فعشان هيك بدك تكون مجهز حالك وحذر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيا شوي أنت متقلب خلال هذا النهار في نوع من أنواع التوتر النفسي موجود عندك ولكن بميل للروتين أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور على مستوى المال برضو ضغطيتك في عندك أمور مالية أو مصاريف زيادة أو متطلبات مالية عالية جدا خلال فترة هاي فممكن أنت هي لموتريتك شوي بهذا الجانب حاول أنك أنت تتركها يومين وبعدين الأمور بتترتب بشكل جيد مجرد ما القمر وصل لثور بتلاقي أن الأمور بلشت تتخذ اتجاه جيد بالنسبة للأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث لا إلك فأنا شايف أنه في عندك ضغط وعصبية فعشان هيك يحاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان حاول أنك تركز لأنه طريقة الكلام اللي أنت بتحكيه ممكن يكون عفوي ولكن عفوي بنوع من الحدية ممكن ما تركز على الموضوع بشكل مباشر ممكن يطلع منك ردات فعل سلبية أنت ما تكون حاسب حساب لألها ولكن يكون من وراها مشكلة كبيرة وأنت ما تكون قاصد ممكن أنت تستقبل كلمة معينة بحساسية عالية فالثور مقابلها بشكل كثير حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان من ردات الفعل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه يعني مثل ما ذكرته في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس في نوع من أنواع الضغط على مستوى بيت العاطفي فعشان هيك أنت متوتر شوي أو في نوع من أنواع الحساسية لموقف معين حاول تمسك حالك قدر الإمكان أصبر يومين والأمور بتهدى ولكن أنه برضو أنت ما تحاول تناقش وتفتح ملفات قديمة على أساس أنك ما تثير المتاعب من أول وجديد أو تكبر الأمور بزيادة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور شايفة جيدة على مستوى الأعمال يعني بتقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك عندك قدرة على ترتيب ملفاتك وأوراقك بشكل جيد وضعك الصحي بتحسن يعني ممكن أنت كنت تعاني من بعض الأشياء خلال الفترة الماضية اليوم بتحس أنه النفسية أحسن والصحة بتبلش تتجه للاتجاه الأحسن حاول أنك تحافظ على هذا التحسن ما ترهق حالك بالزيادة على أساس أنه ما تشعر بانتكاسة أو صير تعب كمان يومين أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه على مستوى الشراكة الأمور حادة بين الأزواج اللي من موليد برج الجدي فعشان هيك ردة الفعل عند هذول الأزواج بتكون عنيفة جدا حاولوا قدر الإمكان تمسكوا عصابكوا ما تحتدوا مشوا المشكلة بطريقة عقلانية لأنه ردة الفعل بتولد انفجار خلال هذه الفترة فعشان هيك أنت بغنى عن المشاكل في هاي الفترة يومين وبتنتهي هاي الضغوطات وبترجع الأمور بعقلانية أكثر بتقدر تحلها بعقلانية أكثر بدون الانفعال أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الدعم أو مستوى بيت الشراكة أو المال المشتركة فعشان هيك يبدأ تكون ماسك حالق قدر الإمكان بالمصاريف ما في داعي للنفقات أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو جيد لأي أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو الخارجية أو الترتيبات بأمور خارج البلاد ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال من المراسلات والاتصالات أو ترتيب لأمور العلاقة بالدراسة أو البحث المنزلي أو تجهيز رسالة معينة جامعية أو الاهتمام بلغة أو الاهتمام بثقافة معينة أو الاهتمام بدين مثلاً نوع من أنواع البحوث أو الإطلاع عليه أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بنبه لأشخاص اللي على رأس عملهم ما زالوا اللي بيعملوا من ضمن مؤسسات كبيرة أنه ديروا بالك اليوم التقاعس أو أنه أنت ما تنجز الأعمال المهمة أو تعصب والثور على زميلك في العمل أو رئيسك في العمل على قرارات معينة فتنفع الوثور وبعدين تخلص حاول أنه برضو ما تدخل في أي شيء بشوه السمعة أو مغامرات ممكن أنها تكون مخالفات قانونية أو أشياء ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور روتينية تماماً بالتعامل مع الأصدقاء أو التواصل مع الأصدقاء بتتعامل معهم بشكل روتيني أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يضغطك نفسياً فعشان هيك من البداية قلت لك دير بالك من العامل النفسي لأنه مؤثر جداً عليك الفترة حاول تطلع من الوساوس قدر الإمكان على أساس أنه أنت تقدر تعيش حياتك طبيعية حاول أنك أنت بسبب بعض الأوجاع السابقة أو اللي ما زالت موجودة حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وتلتزم بأدويتك وبراحتك وحاول أنك يعني ما تدخل بنقاشات عنيفة وما تغامر وما تخاطر خلال هاي الفترة برج الدلو اليوم عندكم نشاط عالي في أمور إلها علاقة إما مرتبطة بأمور إلها علاقة بالسفر يعني مش سفر مرتبطة بأمور إلها علاقة بالسفر زي ترتيبات أو تجهيزات أو بتفكر بالسفر وأمور الاتصالات وممكن انطلاق بمرحلة جديدة مهنية لترويج لمشاريعك باستطاعتك قلب المعطيات والمعادلات لصالحك أهم شيء إنك ما تبقى وحيد ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم تملك سرعة بديهة عالية جدا ومهارة ملموسة طبعا القمر في البيت الثالث يعني هو والشمس فبدعموك بشكل قوي جدا في هذا البيت أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك اليوم نقدر نحكي إيجابية أكثر من الأيام الماضية في نوع من أنواع التحسن على المستوى النفسي رغم الضغوطات الموجودة ولكن أنت شوي عندك مزاج حلو خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضاغط ماليا بشكل كبير عليك الفترة هاي في عليك بعض الالتزامات أو المتطلبات المالية أو أنت بتحاول تجد مخرج أو منفذ للضغط المالي الموجود عليك حاول أنك تصبر بس يومين ثلاثي وبعدين المخرج بيصير واضح أمام عينيك وبتعرف أنت من وين تتحرك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف مثل ما ذكرت في بداية التواقعات لا إلك بالنسبة للبيت الرابع وأعمل البيت شوي في نوع من أنواع الضغط بمرهقك شوي ممكن يختلق لك بعض المشاكل أو تطلع لك بعض المشاكل داخل البيت من أحد أفراد البيت أو ممكن بعض الأعطال اللي بتطلب منك بعض التصليحات أو الترميمات أو سوء التصرف من أحد أفراد البيت بثيرك بشكل عصبي جدا وممكن الاهتمام بصحة أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا بقول أنه جيد على مستوى العاطفة فبتتواصل مع الحبيب بشكل جيد في نوع من أنواع الود والتواصل الروحي ما بينكم ممكن يكون في نوع من أنواع المصالحة وممكن يكون في نوع من أنواع إكمال طريق أو ترتيب لا تطوير العلاقة لمرحلة أخرى أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبالمقابل تقدر تهتم بالوضع الصحي اللي عندك بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط تماما يعني الشركاء أو الأزواج من وليد برج الدلو عندهم نوع من أنواع الحدية في طباعهم فعشان هيك بدهم يمسكوا حالهم قدر الإمكان من الانفعال والعصبية الوضع مش متحمل طغط أكثر من هيك أصبروا يومين ثلاثة وبتهدى الأمور ما في داعي لهذا التوتر أما بالنسبة للبيت الثامن ففي مبادرات إلها علاقة بطلب معوني أو مساعدة من أشخاص معينين ممكن خلال هذا النهار يجيك بوادر لهذا العمر أو إشارة لا نوع من أنواع المساعدة القادمة لا إلك يعني أمور إيجابية ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك وترتب أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من أنواع الضغط عليك بالأمور الخارجية ممكن أنت يتعطل لك أمر في دولة معينة أو مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تقلق على أحد الأشخاص خارج البلاد ممكن يصير فيه اتصال مع شخص خارج البلاد وينتهي بمشكلة أو حدية بالطباع والعصبية حاول على كل هاي الأمور أنه أنت تكون مرن أما فيه أشخاص اللي عندهم دراسة مثلا منزلية فأبا أقول لهم أنه اليوم رح يكون عندك تهرب كبير من الدراسة حاول أنك تلتزم قدر الإمكان بالأمور اللي موجودة بين إيديك وما تهملش فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من أي إيجابيات أو سلبيات فبتتعامل على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة بروتين يعني أنت الروتين عدوك يعني ما بتحب الروتين ولكن بجبرك هاي الفترة على الروتين أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور برضو جيدة على مستوى الاتصالات ولكن رح تكون محصورة على أشخاص معينين خلال هذا النهار هي للإطمينان أو للمساعدات أو لطلب الحاجة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغط عليك بشكل كبير خلال الفترة هاي فعشان هيك بس تطلع من الأوهام والوساوس وأمورك بخير حاول أنك أنت ما تجهد حالك كثير خذ قصد كافي من الراحة راقب علاجاتك وأدويتك حاول أنك أنت تنظم وضعك الغذائي أو طريقة التغذية تاعتك وحاول أنك أنت الراحة هي أهم شيء بالفترة هاي برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعودله أو ممكن يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب إلك دور مهم خلال هذا النهار ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم بالأولويات أو اهتمامك بالأولويات المالية هو الأكثر ظهورا خلال هذا النهار وممكن تجد حلول أو نوع من أنواع التسويات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور نفسيا أحسن خلال هذا النهار يعني فيه نوع من أنواع الراحة موجودة يعني على الوضع النفسي فعشان هيك الأمور جيدة بالنسبة للبيت الثاني مثل ما ذكرته في بداية التوقعات القمر موجود فيه بالنسبة لبيتك الثالث يعني على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات والدراسة يعني مش كثير أنت عندك نفسية اليوم لهاي الأمور ممكن شوي يكون فيه عندك نوع من الانطوائية أو الابتعاد عن الأجواء قدر الإمكان ولكن فيه نوع من أنواع التواصل مع أشخاص معينين عندك قدرة على الإقناع أو النقاش ولكن ما عندك جلد على الاستمرار فممكن تختصر الموضوع بجملة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة بالتواصل مع الأهل والأقارب وعلى أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الأعطال المنزلية أو المشتريات المنزلية كترميمات وتصليحات أو اجتهادات منزلية أو التواصل مع أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الأمور العاطفية شوي بتكون أعلى من روتيني بشوي ممكن تهتم بالحبيب وتتواصل معاه خلال هذا النهار ولكن في ساعة المساء شوي بتضعف الأمور هاي عندك وبتصير قريبة للأمر الروتيني في التعامل بس على الإشي الضروري والمهم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وممكن تهتم بأمورك الصحية أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكة هو جيد شيئا ما ولكن بنتابك نوع من أنواع الإنفعال والعصبية من ردة فعل أو من حساسية من تصرف معين من الشريك حاول تمسك عصابك قدر الإمكان وما تثير المشاكل أو تكبر الأمور زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو زيادة في الضغط المالي والمطالبات المالية والالتزامات والفوترة يعني فيه نوع من أنواع الضغط على الأموال اللي ما بتعود لك يا أما مطالبات ديون أو أنك أنت بدك تسترد أموال لإلك وما بتقدر تستردها بالطالب بدين لإلك ما بتقدر تجيبه حدية على موضوع معين إلى علاقة بإرث أو تعويض أما بالنسبة للبيت التاسع ففي اتصالات موجودة ما بينك وبين بعض الأشخاص خارج البلاد ممكن الاهتمام بأمور العلاقة بالبحث أو الدراسة أو أمور العلاقة في دولة أخرى أو أمور العلاقة بدين أو حضارة أو أمور فلسفية أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى رأس عملهم خلال الفترة هاي بنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل وبثبتوا جذارتهم أمام المسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ تماما من الحضوض فعشان يكبر لك الوضع روتيني تماما خلال هذا النهار حاول لأنك تمسك عصابك قدر الإمكان من الحدية أثناء التعامل مع الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو ضاغط عليك شوي فعشان يكي هو اللي بيجيب لك الوساوس والأفكار السوداء والتحليلات الغير منطقية وبيخليك تتوهم أشياء حاول تتجنب كل هاي الأمور اللي عندهم أمراض عضوية ومزمنة حاولوا ينتبهوا لغداءهم وراحتهم وأدويتهم وحاولوا إجمالا إنك تنتبهوا لنوع من أنواع التغذي والمكملات الغذائية وتأخذوا قصد كافي من الراحة هايك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء